هذه هي الحلقة التاسعة والأربعون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة وهي الحلقة الأخيرة لا زال الكلام في أجواء البترية والبتريين وهذه هي مصيبتنا منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما تأسست الحوزة البترية في النجف ومن يومها تأسس المذهب الطوسي البتري اللعين وكان الذي كان الحكاية مريرة في الحلقات السابقة حدثتكم عن هذا المصطلح البترية البتريون الأباترة اللعناء حدثتكم عن هذا المصطلح وحدثتكم عن واقع النجفي حينما أتحدث عن النجفي إنني أتحدث عن مؤسستها الدينية البترية فأنا لا أتحدث عن فناء علي صلوات الله وسلامه عليه ولا أتحدث عن عامة الشيعة في النجف أكانوا من البتريين أم لم يكونوا لا شأن لي بهم مشكلتنا الرئيسة مع هذه الرؤوس التي يلف حولها قماش باللون الأسود أو باللون الأبيض هذا القماش الأسود والقماش الأبيض علامة على بترية تلك الرؤوس هؤلاء هم البتريون والذين سيخرجون بعمائمهم هذه التي هي شعار البتريين لحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حينما يقبلوا من الحجاز يتجمعون أبناء الحرام أولاد الزواني بين النجف وكربلاء الأحاديث المعصومية هي التي أخبرتنا بذلك لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام وبما أنها هي الحلقة الأخيرة أتمنى عليكم أن تصبروا عليّ حتى وإن طالت لأنني أريد أن أضع بين أيديكم شيئا عمليا شيئا واقعيا حدثتكم عن البترية ومعناها ضربت لكم أمثلة من عقائدهم حدثتكم عن ملامح منهجهم بنحو موجز في خطوط عريضة حدثتكم وحدثتكم وطبقت ذلك على المرجعية المعاصرة إنما تحدثت عن المرجعية السستانية البترية لأنها هي المرجعية الفاعلة في الواقع الشيعي وإلا فإن بقية المراجع ممن يذكرون في الإعلام من أمثال إسحاق الفياض وبشير النجفي أو من الذين لا يذكرون في الإعلام الجميع بتريون إذا كان هناك من مفاضلة بينهم من جهة شدة بتريتهم فهذا يكون أشد من هذا وهذا يكون ألعن من هذا الجميع من أصحاب العمائم من الذين يقال لهم المراجع أكانت أسماؤهم ظاهرة في وسائل الإعلام أم لم تكن الجميع بتريون وقد يكون من الذين لا تظهر أسماؤهم في الإعلام من هو ألعن وأقذر وأنجس من الذين تظهر أسماؤهم في الإعلام إنني أتحدث عن نجف بترية في ظاهرها وباطنها في سرها وعلانيتها في كل حرف يكتب أو يدرس أو يقال مع كل خيط من خيوط عمائمهم إنها البترية الناصبية المرجعية القذرة هذا هو المذهب الطوسي البتري المرجعي اللعين إنه يضرب بأطنابه ويلقي بكل كلاكله على الواقع الشيعي في العراق وغير العراق لكن المشكلة الأكبر في العراق لأن العراقيين قريبون من مركز البتريين ومن بالوعة الخراء هذه فينضح منها ما ينضح وينضح الكثير منها على واقعنا الشيعي منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذه اللحظة ويبدو أن الأمر سيبقى مستمرا مثلما ضحك عليكم يا أتباع المراجع البتريين أنتم 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 الديخيون وبامتياز وبالذات الديخيون السستانيون والديخيون الشرازيون أنتم أنتم الديخيون وهكذا البقية الباقية مثلما ضحك عليكم في السابق وضحك على آبائي وأجدادي وضحك علي أيضاً إلى أن أبصرت طريقي مثلما ضحك علينا فإنهم يضحكون عليكم الآن وسأضرب لكم مثالاً عملياً من الواقع المرجعي الشيعي في العراق إنه مثال عملي تستطيعون أن تطلع عليه عبر الإنترنت الملتقى المهدوي الأسبوعي أخذوا عناوي الملتقى المهدوي الأسبوعي تقيم إدارة مرقد السيد محمد ابن الإمام الكاظم عليه السلام ناحية اجديدة الشط في محافظة ديالة في العراق ناحية اجديدة الشط محاضرات في فقه علامات الظور عنوان كبير فق فق فقه لعلامات الظور ما بين قوسين إنه الخرط السيستاني محاضرات في فقه علامات الظهور يلقيها الباحث المهدوي ملخ يلقيها الباحث المهدوي خالد الدراج جلواز من جلاوزة المرجعية السيستانية أسبوعيا الساعة السابعة مساء محاضرات في فقه علامات الظهور يلقيها يلقيها الباحث المهدوي خالد الدراج أبو الوليد حبي صاير باحث مهدوي خلونا نسمع هالخرط خلونا نسمع هالخرط في أجواء المرجعية السيستانية البترية خلونا نسمع هالخرط رجاء نعرض لنا الفيديو الأول يقلونا ملو الأفضل السيستاني لوليماني شوف هذا السؤال يعني يردون يحرجون به يعني مرة يحرجون به جلاب الشيخ مرة يحرجون به مثلا اللي يمشي على هذا الخطأ يقلونا ملو الأفضل السيستاني لوليماني طبعا أولا هاي الأفضلية مستحيلة ليش؟ لأن السيستاني شخصية معروفة اليماني وينه؟ من عرفه مو؟ اليماني أصل ما موجود حاليا اليماني خروجه مع السفياني ومع الخرساني في سلة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وهذه الأحداث بعدها ما صايرة زينا أنا وين أعرف اليماني حتى أقايص لك بين اليماني والسستاني ما عندي هاي السستاني يعتبر حاكم شرعي يعتبر شرعي تمنيا من الإمام المعصوم وإن كان مو بالتعيين الخاص لا بالتعيين العام يعني أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلده هذا احنا اعتقادنا كشيعة اثنى عشرية أصولية نعتقد بأن المرجعية هي النائبة على الإمام هاي عقيدتنا كذلك هو هاي الهيئة الهيئة تعتقد بأن المرجعية ليس فوقها شيء كل العناوين والأسماء تحت المرجعية تحت المرجعية هذا هذا اعتقادنا احنا وحتى لو طلع اليماني راح تسألني لأنك بعض المنحرفين يقولون يقولون اليماني إذا طلع ألغى دور المرجعيات لأنه أعلى من المرجعية واعتبار مرسل من الإمام المعصوم لا كلام مصحيح اليماني أصلا يستمد شرعيته من المرجع راح تقل لي شلون راح أقل لك يعني هل من الممكن يجي اليماني يقل لكم دازني عليكم الإمام المهدي ممكن من يقول ما ممكن ليش لأنه الإمام المهدي سلام الله عليه يقول من ادعى المشاهدة ليدعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مدعن يعني اليماني إذا إجاء وقال لكم دازاني عليكم الإمام المهدي شنو دورنا نكذبه لو ما نكذبه نكذبه زين من ين راح ياخذ شرعيته اليماني اخذ شرعيته من ين من المرجعية هي المرجعية التي ستدلنا على اليماني راح تقول انتم صيروا تحت لواء هذا الرجل تحت لواء هذا الرجل هم هم ما ممكن المرجعية تقول هذا هو اليماني لا كقائد شيعي ميداني في الساحة يبرز في المرجعية التي شرعية ارجوك ابو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه والحاج سليماني والحجد الشعبي من ين اخذ شرعيته من المرجعية مهو يعني اصبح الحجد الشعبي مقدس اصبح ابو مهدي المهندس رمز اصبح سليماني رمز اصبحوا الشهداء ربوز لانهم اخذوا شرعيته من المرجعية كذلك اليماني بذرس قاطع الا اليماني لا يستطيع ان يتحرك ان يقدم قدما اذا مو شرعي تمنيا من المرجعية شرعي تمنيا من المرجعية هذا امر واضح فاذن ايها الاخوة نحن هكذا نقدس المرجعية احنا عندنا تقديس المرجعية لا نقول بالغاء دور المرجعية في زمن ظهور اليمان بل المرجعية باقية الى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجو الشريف يظهر الامام والمرجعية باقية والمرجعية ستكون هي اليد الطولة للتشيئة من فدو اروح لك يا ابو الوليد فدو اروح لك شنو الخرط هاذ من جايب من يا صفحة جايب ان هذا الخروق وهاي المطاية القاعد تسمع لك يظلون دهم مطاية متى ستنتبه الشيعة هذا هو التثقيف المرجعي السيستاني البتري تمهيد تمهيد لتقوية الواقع البتري الذي سيقف بوجه امام زماننا هذا كلام ما فيه ولا حرف واحد يوافق الذي تريده العترة الطاهرة في دينها وعقيدتها وثقافتها اليكم التفاصيل سوف اسلط الضوء على النقاط المهم فانا لا اريد ان اسلط الضوء على كل شيء قد قاله لانه ما قال كلمة صحيحة واحد حينما تحدث عن الخراسان انه لا يحسن تلفظه هكذا يتلفظه وعلى طول احاديثه الخراساني الخراساني يا ابو الوليد يا حبيبي الخراساني منفد وروح لك قلب الخراساني نسبة الى الخراسانة يعني انت شنو عندك معلومة ان الخراساني يشتغل بالخراسانة الخراساني نسبة الى خراسان وليس الى الخراسانة هو ما اعتقد يشتغل بنا الا اذا انت شايفين رواية منا منا يجوز شايف لك رواية ابو صحيح مايكل جاكسين صحيح في في عبد لا ادري في اي صحيح اطلعت عليها هو مو الخراساني 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 نسبة الى خراسان اول مرة تعلموا تحجون وبعدين تعالوا وتصدوا الى مثل هذه الموضوعات دائما اقول لكم مرجعية السيستان لا تقدم لكم الا القباحة و الا السفاهة وهذا مثال هذا الرجل يتنقل بين المحافظات لنشر هذه الثقافة المهدوية السيستانية البترية القذرة ويا ليته يحسن ان يتلفظ الكلمات التي يتلفظ ماذا قال ابو الوليد حبي خالد ماذا قال يقلون منه الافضل السيستاني لا اليماني كل كلامه مفرغ على الورق امامي يقلون منه الافضل السيستاني لا اليماني هكذا يقول في تفاصيل كلامه طبعا اولا هاي الافضل شخصية مستحيلة ليش لان السيستاني شخصية معروفة اليماني وين انت باحث مهدوي كما كتبوا لك انت دماغسيز او باحث مهدوي لابد لابد ان تفرق بين الشخص والشخصية اليماني ليس موجودا بيننا بشخصه لكن شخصيته قد بيّنت لنا من قبل الائمة الشخصية مضمون الشخص اليماني شخصيته بيّنت لنا بنحو واضح جدا السيستاني من الذي نصبه اليماني نصبه الأئمة المعصومون السيستاني من الذي نصبه انت تقول يا ابو الخلد يا خالد تقول من ان السيستانية نائب الامام واستنت الى رواية دعني في البداية اذهب الى غيبة النعماني الى كتاب من كتبنا القديمة هذا النعماني تلميذ الكليني متوفى سنة ثلاثمائة وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة انوار الهدى الطبعة الاولى قموا المقدس الحديث الثالث عشر يبدأ في الصفحة الثانية والستين بعد المائتين بسنده بسند النعماني عن ابي بصير عن امام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة اذهب الى موطن الحاجة منها بعد ان يتحدث الامام عن ان السفيانية واليمانية والخراسانية سيكون خروجهم في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد موطن الشاهد هنا واذا خرج اليماني وواضح علامة خروجه فان خروجه يكون مقارنا لخروج السفياني والخراساني وهذه علامات واضحة جدا الامة حدثونا عنها واذا خرج اليماني فانهض اليه هذا الامر يتوجه للجميع الى المراجع والى غير المراجع هذا كلام الامام المعصوم كلام امامنا الباقر واذا خرج اليماني فانهض اليه انا كنت هذا الكلام يوجه للرجال والنساء النهوض اليه ليس بالضرورة ان يغادر الانسان بيته ان يغادر الانسان مدينته وانما ان يكون في تمام الاستعداد لتلقي الاوامر من اليماني هذا المراد فانهض اليه انها نهضة العقول والقلوب واذا خرج اليماني فانهض اليه هذا الامر موجه للجميع من هو اسستاني لا يساوي فلسا ممسوحا بين اقدام اليماني من هو اسستاني ومن هؤلاء الثولان من هؤلاء الثولان الذين يقال لهم المراجع هذا بيان من الامام المعصوم واذا خرج اليماني فانهض اليه فان رايته راية هدى ولا يحل لمسلم السستاني مسلم ام ليس مسلم ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من اهل النار لانه يدعو الى الحق والى طريق مستقيم السستاني رجل مشتهد على الطريقة الشافعية يخطع ويصيب وفي حالات كثيرة يبقى متوقفا لا يدري ماذا يقول وماذا يصنع وهذا الحال حال بخية هؤلاء المراجع البتريين من مراجع الحوزة الطوسية القذرة واذا خرج اليماني هذا كلام المعصوم واذا خرج اليماني فانهض اليه فان رايته راية هدى ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه ما يوجد عندنا نص من اننا نعود الى المراجع كي نعرف شخصية اليماني لان الامة قد عرفونا بشخصيته ولان الامة وضعوا لنا علامات لتحديد شخصه هناك فارق بين الشخص والشخصية اما شخصيته فهي هذه واذا خرج اليماني فانهض اليه فان رايته راية هدى ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من اهل النار لانه يدعو الى الحق والى طريق مستقيم السستاني لا يعرف الحق ولا يعرف الطريق المستقيم انما يعمل بالاجتهاد يعمل بالظنون تارة يصيب وتارة يخيب اما الشخص اليماني فقد وضع الامام لنا علامة خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وبينوا لنا متى سيكون خروج السفياني في سنة زوجية في رجب العلامات وهناك الكثير من القرائن وهناك الكثير من الشواهد التي بيّنها لنا ائمتنا الائمة حددوا لنا العلامات التي نهتدي بها الى شخص اليماني وحدثونا عن شخصية اليماني وما هو الموقف الشرعي منه وماذا نفعل بين يديه هذا كلام المعصومين السيستاني من الذي نصبه مرجعان من الذي نصبه مرجعان انت تقول انت تقول بحسب ما انت تقول يا ابو الخلود يا حبيبي انت تقول السيستاني يعتبر حاكم شرعي يعتبر شرعي تمنيا من الامام المعصوم اليماني من الامام المحصوم بشكل واضح انت تقول من ان شرعية السيستاني من الامام المعصوم اليماني الباقر هو الذي بين لنا شرعيته اما السيستاني من اين شرعيته انت تقول من الامام المعصوم ساقبل ذلك منك لكن ساستمر معك السيستاني يعتبر حاكم شرعي يعتبر شرعي تمنيا من الامام المعصوم واذا كان مو بالتعيين الخاص اليماني بالتعيين الخاص والتعيين الخاص اشرف واعلى رتبة من التعيين العام وان كان مو بالتعيين الخاص لا بالتعيين العام يعني اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لامر مولا مخالفا لهوى فللعوام ان يقلد اولا انت ذكرت الرواية بصيغة ناقصة وناقصة جدا الرواية هي هذه مصدرها الوحيد ومصدرها الاصل هو تفسير امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه والرواية عن امامنا الصادق هذه طبعة ذو القربة الطبعة الاولى قموا المقدسة رقم الحديث 143 صفحة 271 الرواية طويلة اذهب الى موطن الحاجة صفحة 274 امامنا الصادق هكذا يقول قبل ان اقرأ حديث امامنا الصادق اقرأ ما ذكرته على المنبر اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لامر مولاه مخالفا لهواه فللعوام ان يقلدوا النص صحيح وهذا فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوا وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فهذا المديح ليس للجميع وانما للبعض للقلة وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم لنفترط ان السيستانية من الممدوحين من الذين تنطبق الاوصاف المادحة عليه الرواية ما الزمت الشيعة بالرجوع اليه فللعوام ان يقلدوا بامكانهم ان لا يقلدوا ان يقلدوا غيره بامكانهم ان يجدوا طريقا اخر لطاعة محمد وآل محمد هذا خيار من الخيارات بينما اليماني الامر واضح لا يحل لمسلم ان يلتوي عليه هذا الامر موجه للجميع لكل المسلمين لا يحل لمسلم ان يلتوي عليه ومن فعل ذلك فانه من اهل النار فاين هذا من هذا وفوق كل هذا وفوق كل هذا لا بد ان تعرف يا ابو الخلود حبي لا بد ان تعرف من ان الرواية هذه يضعفها مراجعك في النجأ لا يقبلونها انت تضحك على الناس بهذه الرواية التي يرفضها مراجعك في النجأ اليك المصادر هذا الخوئي الذي هو استاذ السستاني السستاني لا يشكل خيطا في جوارب الخوئي لا قيمة له كان غلما من غلمان اولاد الخوئي من غلمان محمد تق الخوئي من الذي نصبه مرجعا في النجأ محمد تق الخوئي وهذه الحكاية ذكرتها بالتفصيل بالوثائق والادلة والحقائق في برنامج مجزرة سبايكر والبرنامج موجود على الشبكة العنكبوتية وبإمكانكم ان تعودوا الي بإمكانك انت يا ابا الوليد ان تعود الى هذا البرنامج وان تتأكد بنفسك من المعلومات ان تذهب الى النجف وان تسأل الموجودين في النجف من الذين عاصروا بداية مرجعية السستاني كيف نشأت مرجعيته زعطط من زعطيط الخوئي محمد تقي الخوئي زعطوط هو الذي نصب السستاني مرجعا هذا الخوئي هذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة هذا الجزء المختص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتخليد والكتاب متوفر وموجود صفحة ميتين وواحد وعشرين في مبحث العدالة من صفات مرجع التخليد في نهاية الصفحة وقد يستدل عليه بهذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواء هذا النقل من نسخة محرفة النسخة الصحيحة مخالفا لهواء مطيعة لأمر مولاه فللعوامع يقلدوه ماذا يعلق الخوئي ويدفعه يدفع هذا الاستدلال بهذه الرواية أولا أن الرواية ضعيفة السنة لا يقبله هذا كلام الخوئ ويدفعه أولا يدفع هذا الاستدلال أن الرواية ضعيفة سند إلى آخر كلامه أما في كتابه الرجال معجم رجال الحديث وهذا هو الجزء الثالث عشر هذه الطبعة هي الطبعة الخامسة الطبعة المنقحة والمزيد الف وتسعمية واثنين وتسعين ميلادي صفحة مية وسبعة وخمسين رقم الترجمة اثمانتالاف اربعمية واثنين واربعين ترجمة علي ابن محمد ابن سيار يتحدث عن تفسير امامنا الحسن العسكري وهو المصدر الوحيد لهذه الرواية المصدر الوحيد كل الكتب التي نقلت الرواية نقلتها اما عن هذا المصدر او عن كتب اخرى نقلت عن هذا المصدر المصدر الوحيد للرواية ماذا يقول الخوئ عن هذا الكتاب ان الناظر في هذا التفسير في تفسير الامام العسكري لا يشك في انه موضوع فالخوئ ينكر الكتاب من اوله الى اخره والرواية جزء من هذا الكتاب موضوع مفترى على الامة هذا هو رأي الخوئ قطعا هذا الرأي خرط لكنني لست في مقام محاكمة رأي الخوئ ما هي اراء الخوئ كلها خرط ان الناظر في هذا التفسير لا يشك في انه موضوع وجل مقام عالم محقق ان يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالامام عليه السلام فهو ينكر التفسير بكله وهذا محمد باقر الصدر ايضا بحوث في علم الاصول هذه تقريرات بحثه الاصول في موضوع تعارض الادلة بقلم محمود الهاشم من تلامذته المعروفين هذا هو الجزء السابع من بحوث في علم الاصول انها ابحاث محمد باقر الصدر صفحة 346 ماذا يقول محمد باقر الصدر ومن هنا نقول ان مثل حديث فللعوام ان يقلدوا يشير الى هذه الرواية في مسألة التقليد لولا ما فيه من ضعف السند يمكن ان يكون دليلا على التخيير عند تساوي المجتهدين مع اختلافهما كلامه واضح ومن هنا نقول ان مثل حديث فللعوام ان يقلدوا في مسألة التقليد لولا ما فيه من ضعف السند لكان كذا وكذا فهو ضعيف السند عند محمد باقر الصدر وعند بقية العلماء واما السستاني فهو يضعف الرواية ايضا فانت تستدل برواية يضعفها السستاني وتبني مرجعيته على رواية هي ضعيفة بنظر السستاني هذا كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط وهو الجزء الخامس عشر من مجموعة كتبه هذه طبعة مؤسسة نور الأمير وهذه الطبعة طبعة سنة الفين وعشرين ميلاد صفحة أربعمية وثمانية وعشرين قد ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري إلى آخر كلامه ونقل الرواية في آخر الكلام ماذا قال إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها هذا كلام السستاني أنت تستدل بهذه الرواية التي جئت بها منقوصة تستدل بها على أن السستانية يكون نائبا للإمام تستدل برواية السستاني نفسه يضعفها هذا قوله صفحة أربعمية وتسعة وعشرين إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها والخاطرة أنت عزيز غالي يا قلو يا أبو الوليد الخاطرة أيضا حتى لا تضحك على الواد بعديا برواية أخرى التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم السستان أيضا يضعفه هذا الذي استخرجت كلمة المرجعية من نحن ما عندنا في أحاديث العطرة شيء يقال له مرجع في أحاديث العطرة هناك فقيه هناك مفتي راوية حديث عالم لا يوجد عندنا مجتهد هذه جاءوا بها من النواصب الاجتهاد عند النواصب لا يوجد عندنا مجتهد في أحاديث العطرة ولا يوجد عندنا مرجع كذلك وإنما استخرجوها من هذا الحديث فارجعوا إلى رواة حديثنا السستاني يضعف هذا التوقيع يضعف هذه الرواية صفحة 84 من نفس المصدر الذي أجرت إلي فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به مخدوش سندا إنه ضعيف السند فظهر أن التوقيع فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به فمن أين نصبته نائبا للإمام يا أبو الخلد من أين نصبته نائبا للإمام إذا كان السستاني نفسه هذه الروايات يضعفها هذا كتابه عد إلى كتابه أنتم تضحكون على الناس أنتم حمير وتستحمرون الناس أنت لا تعرف أن السستانية يضعف هذه الروايات فأنتم حمير لا علم لكم وتستحمرون الناس حينما أقول أنتم حمير لا أتحدث عن الحمير الحيوانات إنني أتحدث عن الحمير الذين جاء ذكرهم في القرآن في سورة الجمعة أتحدث عن هؤلاء الحمير الحمير الحيوانات روثها أشرف بكثير من الحمير البشر الحمير الحيوانات مقدسة بالقياس إلى الحمير البشر من رجال الدين من العمائم البترية القذرة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار وأحاديث أهل البيت تقول من أن المثل هذا لهذه الأمة هذا مثل لهذه الأمة مثل للشيعة ألا ينطبق عليك هذا المثل وأنت تضحك على الناس برواية منقوصة لا أنت تحفظها ولا تحسن فهم معناها ولا تعلم بأن الذي تستدل لمرجعيته ونيابته عن الإمام المعصوم بها هو ينكرها ويرفضها ويرفض الاستدلال بها أنا أسأل الأغايون العلماء الكبار الذين يجلسون تحت منبر هذا المحقق العملاق من يا صنف أنت من يا صنف أنت نذهب إلى فاصل أبو الخلود شنو قال يتحدث عن الهيئة التي يتحدث في مكانها ويتحدث إلى أشخاصها إلى حضارها يقول هذا احنا اعتقادنا كشيعة اثني عشرية أصولية نعتقد بأن المرجعية هي النائبة عن الإمام هاي عقيدتنا كذلك هو هاي الهيئة الهيئة تعتقد بأن المرجعية ليس فوقها شيء أنتم تعتقدون بهاي الطريقة الخروط شو تقولون أنتم أنتم اللي بالهيئة اللي تستمعون إلى هذا الباحث المهدوي العملاق اللي ما يحشي إلا خرط بس خرط يعجي تعتقدون بالمرجعية بنفس هاي الطريقة ولو وين نظلون دينكم خرط وعقيدتكم خرط أو يستمر أبو العريف يقول اليمان أصلا يستمد شرعيته شرعيته مفعول به أدري أنت لا ضابط رواية لا ضابط الأسماء لا تعرف حتى المفعول به ماذا يفعل به يستمد شرعيته من المرجع راح تقل شلون راح أقلك يعني هل من الممكن يجي اليمان يقولكم دزان عليكم الإمام المهدي اليمان لا يحتاج أن يقول هذا لأنه معروف والأوامر صدرت من الأئمة بوجوب طاعته يا أثوال يا أثوال يا أثوال يا أثوال اليمان مشخص معروف يعني هل من الممكن يجي اليمان يقولكم دزان عليكم الإمام المهدي ممكن منه يقول شنوه الخرط هذا ما ممكن ليش لأنه لأنه الإمام المهدي سلام الله عليه يقول من ادعى المشاهدة اللي يدعي المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مدعي أولا هذا النص ليس هكذا النص في مصدره الأصل هذا المصدر الأصل للنص كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدس صفحة 542 رقم الحديث 44 هذا آخر كتاب وصل إلى علي بن محمد السماري أذهب إلى موضع الشاهد من الكتاب وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة ألاف من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر الكلام واضح الذي يكذب حينما يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني ما هو اليمان يخرج مع السفياني في يوم واحد في شهر واحد في سنة واحدة إذن مضمون الكتاب يكون قد انتهى وقته هذا الذي يدعي المشاهدة ويكون كاذبا مفتريا اذا كان هذا الادعاء قبل خروج خروج السفياني ما انت قبل قليل كنت تقول من ان اليماني سيكون خروجه مع السفياني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد ما هذا الثول والغبا اليماني لا يقول لأحد ولا يدعي شيئا الاحاديث هي التي بيّنت لنا الحقيقة وسيكون دالا على نفسه بنفسه العلائم والشواهد والتفاصيل الملابسات الزمانية والمكانية والأحداث التي ستقع في تلك الأيام هي التي ستشخص لنا اليماني اما هذا الهراء هذا تضليل وتجهيل وتثويل للناس يا أيها الباحث المهدوي من فدوة أروح لك شينها الخرط هذا شينها الخرط هذا إلى أن يقول هذا الباحث المحقق المدقق العملاق يقول هي المرجعية التي ستدلنا على اليماني زين إذا رحنا للسيستاني والسيستاني توقف شين سوي بالله انظر بهندير شين سوي له إذا السيستاني توقف شين سوي له عندك هندر تضرب السيستاني به انشغله انضربه هندر إذا توقف شين سوي شنو الخرط هذا شنو الخرط هذا هي المرجعية التي ستدلنا على اليماني ثم يقول من ان المرجعية ستقول للشيعة اتبع هذا الرجل من دون ان تقول من انه اليماني لماذا لماذا اذا كان الامر هكذا بسبيل هذا الخرط يضرب مثال ب ابو مهدي المهندس و قاسم سليماني ويقول من انهم اخذوا الشرعية من المرجعية من السيستاني الامر ليس كذلك الامر ليس كذلك هناك شيء ضحك به على الشيعة والشيعة مضحك وانا لا ادري انت تعرف الحقيقة او لا او انك كعامة الشيعة ايضا مضحوك عليك قاسم سليماني ابو مهدي المهندس والحجد الشعبي هؤلاء يمثلون ايران والسيستاني وايران حي وبطنيج حي وبطنيج السيستاني لا يرى له عدوا مثل ما يرى ايران اتحدث عن الحكومة لا اتحدث عن ايران الجغرافيا ولا اتحدث عن ايران الناس اتحدث عن الحكومة السيستاني لا يرى له عدوا كما يرى ان الحكومة في ايران عدو له لا يماثله عدو ماذا قال السيستاني لعمر موسى هذا كتابه هذا كتابه عمر موسى هذا كتابه رجاء اعرضوا لنا صورة كتابه هذا 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 هو كتاب عمر موسى كتابيا الجزء الثاني سنوات الجامعة العربية الطبعة الاولى 2020 ميلادي طبعة دار الشروق القاهرة مصر يتحدث عن لقائه بالسيستاني بتاريخ 22 أكتوبر 2005 ميلادي لا اريد ان اقرأ كل الكلام لكن السيستاني طلب من عمر موسى ان يبقى لوحده كي يختلي به وخرج الجميع وماذا قال له يا سيادة الامين العام يا اخي العزيز عمر موسى سأقول لك شيئا ارجو ان تتذكره لا تلقوا بالعراق في احضان ايران اهوا يحب ايران اهوا يحب ايران رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمر موسى عن هذه الواقعة عبر قناة اسيا الفضائي طيب في هذه الحاد الزيارة قلت انه اخرج الجميع وابقاك لكلمة معينة ايه تمام اه مكتوة في الكتاب ايه انا عرف يعني عايز مش بس العينين انا ملؤ ذنين طبعا العبارة هي لا تلقوا بالعراق في احضان ايران ناس كلمتي وعمر موسى يتحدث في الكتاب يقول رد علي مكررا ذات العبارة اخذ يصر السيستاني هذه الكلمة كان يصر عليها في هذا اللقاء السري فيما بينه وبين عمر موسى رد علي مكررا ذات العبارة يا اخي لا تلقوا بالعراق في احضان ايران عمر موسى خرج متعجبا هذا رجل ايراني هو يعرف بانه شيعي لكن هذا الكلام لا يكشف عن ايرانيته ولا يكشف عن شيعيته هذا رجل يغرد في اتجاه اخر لذا خرج عمر موسى مسرورا جدا وهذا واضح من كلامه ومن لغة جسده رجاء اعرض لنا الفيديو ما اسعدني وانا اخرج من هذا اللقاء مع سيد سماحة السيد السستاني مستريحا مطمئنا مسرورا هذه عملية مهزلة انا اقول لهذا الباحث المهدوي العظيم راجع خطبة المرجعية هي مطبوعة موجودة راجع خطبة المرجعية التي كان يلقيها عبد المهدي الكربلاء واحمد الصافي في ايام الجمعات هناك خطبة تأتي من مكتب السستان في النجف كان خطيب الجمعة في العتبة الحسينية يقرأها راجع تلك الخطبة لن تجد فيها مدحا للحشد الشعبي على الإطلاق بل لن تجد هذه الكلمة كلمة الحشد الشعبي لن تجدها في تلك الخطب إنما يتحدثون في خطبهم وفي الخطبة القادمة من النجف عن المتطوعين لأن المتطوعين هم الذين يقال لهم الآن حشد المرجعية المساعدات المالية والعينية التي كانت تقدمها المرجعية تقدم لهؤلاء فقط أما الذين يقال لهم الحشد الشعبي الإيراني المساعدات تأتيهم من إيران وهناك ضحك على ذقون الشيعة في العراق الخطب موجودة موجودة على الموقع الموقع الألكتروني الرسمي للعتبة الحسينية اذهب ودقق النظر فيها إنك لا تجد ذكراً للحشد الشعبي الذكر للمتطوعين المتطوعون هم الذين كانوا معزولين من البداية والذين يقال لهم الآن حشد المرجعية عن أي شرعية تتحدى الشعة مضحوك عليه الشعة مسخرة مسخرة بتمام معنى الكلمة وعلى طول التأريخ منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي البتري اللعين الحوزة البترية اللعينة في النجف هذه الحوزة تضحك على الشعة وإلى هذا اليوم كذلك اليمان بضرس أدري ولا كلمة تعرف تلفظها بشكل صحيح لا توجد في العربية ضرس وإنما الضرس بكسر الضاد لا يوجد في لغة العربي ضرس ضرس وهو السن كذلك اليماني بضرس قاطع أن اليماني لا يستطيع أن يتحرك إلا بأمر من المرجعية منفد وروح للمرجعية المرجعية هي هاي اللي تقدمك تقدم هذا الخرط للشعة هي هاي المرجعية اللي راح تقدم اليماني هذا يماني خرط اللي تقدم هاي المرجعية اللي تقدمك وتقدم أمثالك حتى تنشرون الثقافة المهدوية وتفتر محافظات العراق منطيح اللحظ شيعة العراق حقائق دين العترة التي تعرض على شاشة القمر يقولون عنها من أنها ماسونية طيح اللحظكم يا مطايا وتعلم وتعلم وسمعوا منها لمطايا نذهب إلى فاصل ويستمر هذا الخرط حيث يقول بل المرجعية باقية إلى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر الإمام والمرجعية باقية والمرجعية ستكون هي اليد الطولة للتشيع زين اليماني شي سوي يقل فلافل شي سوي اليماني الذي يقول عنه الإمام الباقر وإذا خرج اليماني فانهض إليه إذا كانت المرجعية هي اليد الطولة للتشيع لعد اليماني شي سوي يقل فلافل شي سوي وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى هذا يعني أن راية المرجعية راية ضلال هذا هو معنى إذا كانت راية المرجعية راية هدى لماذا يقول عن اليماني من أن رايته تتميز بهذا الواصف ولماذا يجب على كل مسلم أن يكون في مقام الطاعة له ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه إلا إذا كان المراجع ما هم بمسلمين فمن فعل ذلك فهو من أهل النار اليماني هو هذا لأنه يدعو إلى الحاق وإلى طريق مستقيم إذا كانت المرجعية هي اليد الطول للتشيع فما دور اليماني هذا الذي يتحدث عنه المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين راح نرجع الفيديو اتأكدوا بأنفسكم من هذا الخرط السيستاني رجاء أعيدوا بث الفيديو يقلون مل الأفضل السيستاني لو اليماني شوف هذا السؤال يعني يردون يحرجون بي يعني مرة يحرجون بي جلاب الشيخ مرة يحرجون بي مثلا اللي يمشي على الخطأ يقول له من هو الافضل السستاني له اليماني طبعا اولا هاي الافضلية مستحيلة ليش لان السستاني شخصية معروفة اليماني وين من عرفه مو اليماني اصل ما موجود حاليا اليماني خروجه مع السفياني ومع الخرساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وهي الاحداث بعده ما صايرة زيانا وين اعرف اليماني حتى اقايس لك بين اليماني والسستاني ما عندي هاي السستاني يعتبر حاكم شرعي يعتبر شرعي تمنيا من الامام المعصوم وان كان مو بالتعيين الخاص لا بالتعيين العام يعني اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لامر مولاه مخالفا لهواه فللعوام اللي يقلده هذا احنا اعتقادنا كشيعة اثني عشرية اصولية نعتقد بان المرجعية هي النائبة على الامام هاي عقيدتنا كذلك هو هاي الهيئة الهيئة تعتقد بان المرجعية ليس فوقها شيء كل العناوين والاسماء تحت المرجعية تحت المرجعية هذا هذا اعتقادنا احنا وحتى لو طلع اليماني راح تسألني لاناكو بعض المنحرفين شي يقولون يقولون اليماني اذا طلع الغى دور المرجعيات لانهو اعلى من المرجعية واعتبار مرسل من الامام المعصول لا كلام مو صحيح اليماني اصلا يستمد شرعيته من المرجع راح تقول لي شلون راح اقل لك يعني هل من الممكن يجي اليماني يقل للكم دازني عليكم اليمان المهدي ممكن من يقول ما ممكن ليش لانه الامام المهدي سلام الله عليه يقول من ادعى المشاهدة ليدعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب المدعن يعني اليماني اذا اجه وقالكم دازاني عليكم اليمام المهدي شنو دورنا نكذبه لو ما نكذبه نكذبه زين من ين راح ياخد شرعيته اليماني اخو شرعيته من ين من المرجعية هي المرجعية التي ستدلنا على اليماني راح تقول انتم صيروا تحت لواء هذا الرجل تحت لواء هذا الرجل هم ما ممكن المرجعية تقول هذا هو اليماني لا كقائد شيعي ميداني في الساحة يبرز في المرجعية التي شرعية ارجوك ابو مهد المهندس رضوان الله تعالى عليه والحاج سليماني والحجد الشعبي من ين اخذ شرعيته من المرجعية مو يعني اصبح الحجد الشعبي مقدس اصبح ابو مهد المهندس رمز اصبح سليماني رمز اصبحوا الشهداء ربوز لانهم اخذوا شرعيتهم من المرجعية كذلك اليماني بذرس قاطع ان اليماني لا يستطيع ان يتحرك ان يقدم قدما اذا مو شرعي تمنيا من المرجعية شرعي تمنيا من المرجعية هذا امر واضح فاذن ايها الاخوة نحن هكذا نقدس المرجعية احنا عدنا تقديس المرجعية لا نقول بالغاء دور المرجعية في زمن ظهور اليمان بل المرجعية باقية الى ظهور المهد عجل الله تعالى فرجو الشريف يظهر الامام والمرجعية باقية والمرجعية ستكون هي اليد الطولة للتشيع من اين جئت بهذا الكلام من ان المرجعية ستكون هي اليد الطولة للتشيع من اين جئت به في اي رواية في اي حديث في اي كتاب هذا هو الهراء السيستاني والخراء البتري خوشي علمكم اذا اجاكم اليماني بس انا اقول لكم ترى اليماني ما يجي ليش مطايا ويقول لهم انا اليماني اليماني حينما يخرج سيدل على نفسه بنفسه ويجب على الجميع ان يذهبوا اليه فهو لا يأتي الى احد هذا الخرط خلوه اقول لكم اليماني ما يجي الهيش مطايا ويقولهم دزاني الامام عليكم لان هذا اللي ما يعرف اليماني وما عنده الطلاع على الاحداث والتفاصيل التي سيظهر اليماني فيها وفي حينها ولم يكن متابعا لما يقع على ارض الواقع هذا اقل من حمار واليماني ما يحتاج الحمير فامنوا لا يجيكم اليماني ولا يقول لكم اظلوا استمعوا لها المطايا تعلموا منه نذهب الى الفيديو الثاني وهو فيديو قصير من روائع ما قدمه هذا الباحث المهدوي العملاق لان المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اذا ظهر الظهور الاول رح يلتقي حتما بالمراجع ويلتقي بقادته ويلتقي بجيشه يرتب اوراقه حتى يعد العدة لاجل الخروج يوم عاشوراء لان احنا تعرفون اكو فرط بين الظهور وبين الخروج فالظهور ظهور الامام بس يلتقي بالمراجع يلتقي باليماني بعد لينقل اليماني والسفياني والخارساني حركتهم قبل ظهور الامام باربعة اشهر يعني ظهور الامام راح يكون ليلة الثلاث عشر من شهر رمضان على كل حال هو حرف من هذا الكلام صحيح اولا فرق بين الخروج والظهور هذا التفريق ليس من عنده هناك من فرق ولكن لا يوجد فارق بين الخروج والظهور خروج الامام وظهوره في احاديث العترة الطاهرة بمعنى واحد هذا التفريق تفريق ليس دقيقا لا انسبه الي هناك من قال به قبله وليس مهما هذا الامر اذا ظهر الظهور الاول راح يلتقي حتما بالمراجع في اية رواية في اي حديث نحن نتحدث عن امر غيبي في اي نص من النصوص الامام يلتقي بالمراجع في اي كتاب في اي مصدر هذا كذب لا يوجد شيء من هذا بعدين تعال اقول لك شنوه التعبير السخيف هذا الامام يلتقي بقادته ويلتقي بجيشه يرتب اوراقه انت تعرف هذا التعبير من ين جاي هذا التعبير جاء من من الاوساط والاجواء التي يلعب فيها بورق القمار يرتب اوراق لعب القمار هذه التعابير يمكن ان يتحدث بها السياسيون يمكن ان يتحدث بها الاعلاميون اما ان نتحدث بها عن امام زماننا فهذه اساءة ادب كبيرة لكنك لا يعتب عليك من انت انت انسان جاهل لا تفقه ما تقول يلتقي حتما بالمراجع ويلتقي بقادته ويلتقي بجيشه يرتب اوراقه بعدين يستمر في الكلام يقول لأن قلنا اليماني والسفياني والخارساني نسبة الى الخارسان حركتهم قبل ظهور الامام باربعة اشهر من انجبت هذه المعلوم من انجبت السفياني والخراساني واليماني يخرجون في شهر رجب العلامات في سنة زوجية في اوائل شهر رجب والامام الحجة يكون خروجه ظهوره في السنة القادمة بعد ستة اشهر فمن اين جئت باربعة اشهر ثم من اين جئتنا بان ظهور الامام يكون ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان في فجر ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان تكون الصيحة الصيحة شيء وخروج الامام شيء العلامة المهمة تتحقق في شهر رجب العلامات حينما نتبين علامة السفياني وسيخرج اليماني والخراساني في الوقت نفسه وحينما يأتي شهر رمضان في فجر ليلة القدر في فجر ليلة الثالث والعشرين تكون الصيحة من اين جئت بهذه المعلومات هذا الخرط منين جبته ارشدنا ارشدنا وعلمنا يا ايها الباحث المهدوي العملاق حتي كل خرط هذا حتي كل خرط يخالف النصوص الواردة عن المعصومين وحتى في كتب السنة لا يوجد هذا الخرط هذا الخرط ما موجود لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة هذا هو التمهيد البتري عملية التثويل وتجهيل يمنعونكم عن متابعة برامج قناة القمار ويعلمونكم هذا الضلال وهذه الجهالة وهذا السخف وهذه الحقارة هذا هو نتاج المرجعية السيستانية انتم انتم ادارة هذا المزار شلون الضللون الناس بهاي الطريقة بعدين هذا الخرط ما راح ينتشر وراح نسمع به تتوقعون احنا نسكت انا اسكت من اسمع هذا الخرط هذا تشويه لبرنامج امام زماننا لا لعنة الله على برامجكم اي اسبوع مهدوي هذا اي ملتقى مهدوي هذا اسبوع سفياني اسبوع بتري هذا اسبوع طيحت حظكم وطيحت سبقكم خلينا نشوف الفيديو الثالث والخرط به اكثر الخرط اكثر واكثر واكثر قد حان وقت فاصل الاذان النجفي نذهب الى هذا الفاصل وبعد الفاصل اعود اليكم كي نستمع الى هذا الخرط البتري السيستاني عن سنان ابن طريف عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ان اول اهل بيت نوه الله باسمائنا انه لما خلق السماوات والارض امر مناديا فنادى اشهد ان لا اله ان الله ثلاثا اشهد ان محمدا رسول الله ثلاثا اشهد ان عليا امير المؤمنين حقا ثلاثا حياكم الله قبل الفاصل كنت اريد ان اعرض عليكم فيديو اخر يتحدث فيه خالد الدراجي كي يفيد علينا بنمير علمه رجاء اعرضوا الفيديو المطلوب من بغداد راح يتحرك للنجف هذا السهم الأحمر شوفه الحمد لله انتم هالكربلة ما يجيكم هاي كربلة مننا على اليمين والحلة مننا يدخل مننا على الحلة يوصل للنجف ليش لان يريد رأس المرجع مرجعكم يريده يعني شنو المرجع يسو عرف انه هذا خبيث احنا داعش احنا ندرمون النايمين يلي ها غافلين لكم الله لو ما طلع شيخ عبد الميد وقال الجهات شن يدري احنا رشت رشت يا هل يدري بس طلع انه الجماعة طابين واخذين هاي المناطق كلها والسيد انت فتوى فتوة الجهاد الكفاءة يلا الناس ابتهمت طلعت الناس عن بكلة ابيهم السفياني هم كذلك من يجي الناس بمرحبة وكو ناس تقول هذا بطل قومي وكو ناس تقول هذا خلي حررنا من الصفوين وكو ناس مدري شي يقولون وكو ناس الصفق له وكو ناس متعاونة وياه بس السيد او المرجع البنجف طلع فتوى قال هذا مجرم قاتلوا فلذلك ابنين اجي من بغداد المفروض وين يحتل ديالة هاي ديالة يطب الواسط الحلة كربلة غيرها يتحرك عسكري هو داخل بجيش من يتحرك لازم هلش يتحرك عسكريا ليش من بغداد يوصل للنجف يطب للنجف يحتل 18 يوم ويطفر بالمرجع بمسميم ويقتله يقتل المرجع يا شيعة من يأتيني برجل من شيعة علي فله الف الف درهم شيعة علي شن المقصود منه يعني جماعة علي المرجع اللي اسمه علي اللي قال له علي ابن ابي طالب شقال عليه السلام والرواية ش تقول فيثبت جار على جاره فيقولوا هذا من شيعته فيذبحوه النجف ما بيه جار سنه جار شيعي مو شون يثبت جار على جاره كم وكلهم شيعة بس اكو شيعة شنو عملاء اللي يسمونه مع صحاب البرقة الذول راح يشتغلون ويش سفياني علاسة راح يدلون عليهم كأنه المعممين القادة العبطال اللي ما يرضون يدلون عليهم هذا 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 يقتلوهم واحد واحد فالسفياني يدخل للنجف يحتلها ثمانطعش يوم يظل بيه ثمانطعش يوم يقول يسبي نساء هاي النساء بالروايات يقول مقنعات بوشات يعني نسوان من نسوان العلماء ياخذه الرهائن والعلماء مقتولين والشيعة مهزوزة فهنا من يوصل للنجف بعد ما يعبر الشط شط الفرات ما يعبره هذا الحجي من صحيح انهيم واللبن من ين من ين جبت هذا الحجي هذا الحجي كله خرط لا إلى أصل ولا إلى فراء ولا يوجد شيء منه في أحاديث المعصومين ولا حتى في كتب السنة هذا خرط بتري سيستاني صاف فيهم صف يقول أبو الوليد لأن يريد رأس المرجع هذا وين لقيته في أي رواية في أي رواية السفياني يريد رأس المرجع وين لقيته هذا بعدين يتحدث عن فتوى السيستاني هو يسميها فتوة الجهاد بويا ماكوهيتي بالعربية هي إما أن يقال لها فتية أو فتوى أو فتوى فتوة الجهاد ماكو أدري أنت شنو تعرف شنو اللي متعلمه منو اللي معلمك يقول المرجع عرف السفياني أو صدر فتوى ويضرب بمثال يقول هسا إحنا داعش إحنا ندري منايمين إنت نايم إذا كنت إنت نايم الناس منايمة الفضائيات كانت تنقل الأخبار الإنترنت كان مشحون بالأخبار إذا كنت إنت نايم يعني باقي الناس هم نايمة السيستاني ماشي هن يذري السيستاني نايم إنت تعرف هذه الفتوى إشلون صدرت لو ما تعرف خليني أسولف لك خليني أسولف لك داعش بالبداية من بدت تدخل للموصل هذا شخص شخص قريب من نور المالك كان في مكتب المالك والمالك جاءه اتصال تليفوني وهذا الشخص من أقرب الناس للمالك كان يسمع المالك يتحدث مع شخص على التليفون وكأنه يخبره عن شيء مهم بعد ذلك سأل المالك المالك خبره قال داعش بدأوا يدخلون للموصل هذه حقائق هذه معلومات فهذا الرجل قال له واش راح تسوي قال له خليهم يدخلون خليهم يأدبون يأدبون أهل الموصل قال له هذه قضية كبيرة قال له خليهم يأدبوهم يأدبوهم يطلعون بعد ذلك تغول الداعش المالك أراد أن يستخرج فتوى من السيستاني فحرك أحد التجار على مرتضى القزويني مرتضى القزويني لهذا السبب ذهب إلى بيت السيستاني مع ولده كان يطلب من السيستاني أن يصدر فتوى ومحمد رضا السيستاني قال له بأن الوالد لا يتدخل في مثل هذه الأمور بعدين إجا قاسم سليماني وقاسم سليماني عنده فتوى من خامن خامن أيقائة يعرف الظروف والمعلومات واضحة عنده قاسم سليماني هو اللي أقنع السيستاني بإصدار الفتوى لأن خوف خوف قال لذول باشر داخلين عليكم للنجف كربل من خاف السيستاني أصدر الفتوى هذه الحكاية الأصلية للفتوى الفتوى التي صدرت من السيستاني هي في الحقيقة هي فتوى الخامنئ وليس السيستاني السيستاني يصدر الفتوى في حال الخوف في زمن صدام أصدر الفتوى لصالح صدام هذه فتوى السيستاني أمامي وإذا أردتم التفاصيل عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر موجود على الشبكة العنكبوتية من برامج التي قدمت بالبث المباشر على هذه الشاشة هذه الفتوى التي أصدرها السيستاني لما بدأ الأمريكيون يهددون ب حرب العراق هذه فتوى السيستاني بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلْ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ صدق الله العلي العظيم إن واجب المسلمين في هذا الظرف العصيب أن يوحدوا كلمتهم ويبذلوا كل ما بوسعهم للدفاع عن العراق العزيز وحمايته من مخططات الأعداء الطامعين وليعلم الجميع أنه لو تحققت لا سمح الله مآرب المعتدين في العراق لسوف يؤدي ذلك إلى نكبة خطيرة تهدد العالم الإسلامي بصورة عامة فعلى كل مسلم أن يعي هذه الحقيقة ويقوم بما يمكنه في سبيل الذود عن العراق المسلم ومنع العدوان عليه ومن المؤكد أن العراقيين شعباً وقيادة سيقفون متراصين متكاتفين يشد بعضهم أزر بعض أمام أي اعتداء وسيقاومونه بكل قوة وبسالة وسيخيبون آمال المعتدين بعون الله تبارك وتعالى وإن تقديم أي نوع من أنواع العون والمساعدة للمعتدين يعد من كبائر الذنوب وعظائم المحرمات يتبعه الخزي والعار في الحياة الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة لقد قال الإمام الصادق عليه السلام من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمتي فكيف بمن يعين على ضرب شعب مؤمن ويتعاون مع الأجنبي في الاعتداء على بلاد المسلمين أسأل الله العلي القدير أن يأخذ بعيد المسلمين إلى ما فيه الخير والصلاح وأن يجنب العراق شر الأشرار وكيد الكفار إنه سميع مجيب هذه فتوى من فتاوى السيستاني لنصرة صدام السيستاني يصدر فتاوى ضد السفياني تصدقون هذا السفياني أشد من صدام السيستاني كان يصدر الفتاوى لصالح صدام قد نجد له عذراً في التقية لأنه بعد ما دخل الأمريكان صارت العلاقة بين السيستاني والأمريكان دهن ودبس هذا الكلام كله ذهب في الهواء رجاء أن اعرضوا لنا صورة مرتضى القزويني ببدته العسكرية في تلك الأيام هذا هو مرتضى القزويني إنه يقاتل في بيته شوفون الكنتور وراه يقاتل في بيته الصورة الثانية وهذا هو مرتضى القزويني سيد محمد الغريفي يتحدث بحديث صادق عن قاسم سليماني وعن تأثيره على السيستاني في قضية الفتوى رجاء اعرضوا لنا الفيديو من الأمور المهمة التي فعلها الشهيد قاسم سليماني ذهب إلى السيد السستاني وتكلم معه على إصدار فتوة الجهاد الكفاء وبحضوره كتبت الفتوى هذا سمعت الخبر عن طريق شيخ أسد قصير وعن طرف آخر عن طريق محمد رضا السستاني يقول السيد محمد رضا أنا بنفسي تكلمت مع السيد السستاني بإصدار فتوة الجهاد رفض ولكن عندما جلس معه الشهيد قاسم سليماني أقنعه بلزوم إصدار هذه الفتوة مشكلة المعممين أيضا يقول فتوة الجهاد لا يوجد شيء اسمه فتوة يا سيدنا إنما هي الفتية والفتوى والفتوى ولا يوجد شيء آخر في لغة العرب على أي حال هذا الذي نقله محمد الغريفي كلام صحيح مئة بالمئة بس بعدين دخلوه تورنا ظاهر محمد رضا السستاني دخل تورنا قبل وبعد يعني قبل التورنا هذا الذي سمعتموه بعد التورنا بعد ما دخلوه تورنا والدول التورنة نشاهد ونستم بسم الله الرحمن الرحيم انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير لي أتحدث فيه عن بعض منجزات الشهيد الفريق قاسم سليماني رحمة الله عليه وهذا المقطع أخذ من المحاضرة لي في مركز الإمام الخميني قم المقدسة ذكرت فيه نقلا عن مصدرين إن نجل السيد السستاني قال إنه حاول إقناع والده المرجع الأعلى حفظه الله بإصدار فتوة الجهاد الكفائي عند احتلال داعش لمحافظات عراقية إلا أنه لم يقتنع بذلك ولكن الشهيد قاسم سليماني التقى بالسيد المرجع وأقنعه بإصدار تلك الفتوة وللتوضيح أقول للمشاهدين الكرام بأن هذه الحادثة سمعتها من شخصين ولم أطلع عليها بنفسي ونقلتها من باب حجية قول الشاهدين أو حجية خبر التقى على أقل التقادير ولكن بعد التواصل مع مكتب سماحة السيد السستاني دامظلة تم نفي الخبر ولا صحة لهذا الكلام من الأصل ولذا أسحب كلامي السابق وأعتمد على جواب مكتب سماحة المرجع دامظله لأن أهل البيت أعلم بالذي فيه وأتقدم بالعذر إلى سماحة المرجع لعلى سيد السستاني دامظله وإلى من استمعه وشاهده المقطع المذكور أعلى والعذر عنده كرام الناس مقبوله الدكتور السيد محمد الغريفي أستاذ الفقه السياسي والعلاقات الدولية في حوز القوم المقدسة والجامعات الإسلامية محمد الغريفي في المقطع الأول تحدث بحديث واضح وصريح ونقل عن مصدرين نقل عن شيخ أسد قصير وهو شخصية معروفة ونقل عن مصدر آخر الكلام الذي نقله في الفيديو الأول صحيح بدرجة مئة بالمئة بعدين علسوا الجماعة فطلع يتكلم بهذه الطريقة وأعتقد أن لغة جسده وأن الهيئة التي ظهر فيها في الفيديو الثاني هي أدل دليل على صدق كلامه في الفيديو الأول لأنه لا يبدو عليه مطلقا لا يبدو عليه أبدا أنه يعتذر فعلا بس مثل ما قلت لكم قبل شوية ام دخلين تورنا بعد ما دخلوا تورنا النتيجة هي هذه التي بين أيديكم أنتم مسخرة يا أيها الشيعة مضحكة وهؤلاء أصحاب العمائم يضحكون عليكم السفياني هم كذلك من يجي الناس بهم رحبة وأكون ناس تقول هذا بطل قومي وأكون ناس تقول هذا خلي حررنا من الصفويين وأكون ناس مدرش يقولون وأكون ناس الصفقلة وأكون ناس متعاونة ويا هذا الكلام في أي رواية إلا أن يكون استنتاجا من عنده يحق له الاستنتاج إذا كان عالما هذا الرجل لا يفقه شيئا إلى أن يقول من يأتيني برجل من شيعة علي فله ألف ألف درهم أنا أسأل خالد الدراجي وين لقيت هذا بيا رواية ألف ألف درهم الموجود في الرواية ألف درهم هذه المصادر كلها القديمة والحديثة التي نقلت الرواية بإمكاني أن آتي بعدد أكبر لكن هذه هي أهم المصادر القديمة والحديثة عشرة مصادر المصادر الأول هذه طبعة قديمة بعض الشيء لكتاب الغيبة لغيبة الطوس الرواية هذه مصدرها غيبة الطوس هذه الطبعة سنة ألف ألف وثلاثمية وخمسة وثمانين هجري قمري ألف وتسعمية وخمسة وستين ميلادي إصدار مكتبة نينوى الحديثة طهران ناصر خسرو ومروي صفحة مئتين وثلاثة وسبعين فله ألف درهم فله ألف درهم وهذه طبعة جديدة للكتاب نفسه إنها طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة ميتين وثلاثة وسبعين كذلك ألف درهم إثبات الهدات قطعا كتاب الغيبة للطوس هاتان النسختان نسخة هي قديمة زمانا بعض الشيء ونسخة حديثة للطوس المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات للحر العاملي لصاحب الوسائل المتوفى سنة ألف مية وأربعة للهجرة وهذا هو الجزء الخامس طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة ثلاثمية وسبعة وخمسين رقم الحديث أربعة وستين فله ألف درهم فله ألف درهم بحار الأنوار الجزء الثاني والخمسون إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة عوالم الإمام المهدي صفحة خمسمية وأربعين رقم الحديث الفين ومية وأربعة عشر فله ألف درهم بشارة الإسلام في علامات ظهور صاحب الزمان لمصطفى آل السيد حيدر المتوفى سنة ألف وثلاثمية وستة وثلاثين هجري قمري طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان صفحة مية وخمسة وثلاثين فله ألف درهم بيان الأئمة هذا هو الجزء الثاني محمد مهدي زين العابدين وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى طبعة دار الغدير قموا المقدسة صفحة ستمية وثلاثين ألف درهم موسوعة الإمام المهدي صلوات الله عليه محمد الصدر وهذا هو الجزء الثالث تاريخ ما بعد الظهور الطبعة الأولى ألفين وسبعة ميلادي إنها مطبعة قلم قموا المقدسة صفحة مية وواحد وستين فله ألف درهم معجم أحاديث الإمام المهدي وهذا هو الجزء الخامس مؤسسة المعارف الإسلامية هذه الطبعة الثانية ألف أربعمية وثمانية وعشرين هجري قمري طبعة مسجد جمكران قموا المقدسة صفحة ميتين وعشرة رقم الحديث ألف واحد وخمسين فله ألف درهم وهذا المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي علي الكوراني الطبعة الأولى ألفين وستة ميلادي صفحة خمسمية وثلاثة وخمسين فله ألف درهم هذه الكتب القديمة والمصادر الحديثة التي نقلت الرواية التي يتحدث عنها خالد الدراجي لا يوجد مصدر على الإطلاق ذكر فيه هذا الرقم ألف ألف درهم أولا هو لا يعرف قيمة ألف درهم في زمن الرواية ألف درهم قيمة عشر رواحل والراحلة هي من أجود أنواع النياق التي تستعمل في السفر يماثلها في زماننا عشر سيارات مرسيدس من الطراز الراقي فألف درهم في زمن الرواية كان مبلغا كبيرا لكنه استقله بحق السيستاني وأتباعه لأنه فسر اسم علي بعلي السيستاني باسم المرجع من يأتيني برجل من شيعة علي يعني من شيعة المرجع إنه المرجع الذي اسمه علي فله ألف ألف درهم أسأل فلكم سالفة يبدو أن خالد الدراجي على نفسي مسار هاي السالفة يقولون هاي السالفة حقيقية يقولون خطيب حسيني من خطباء المنبر الحسيني هذا من يصعد المنبر يكذب 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 الناس شيئا فشيئا بدأوا يعرفون كذبة ابن عمه وصديقة قال له أقول لك أنت شنو سالفتك شو أنت تصعد المنبر تقوم تكذب الناس قامت تعرف هذا الكذب يجي يوم الناس اضطردك اضربك بالنعل قال له شنو أسوي أنا من أصعد علم وانت تذري ما عندي معلومات أنسى نفسي وأقوم أسطر قال له هس الليلة الجاية ليلة العباس وانت تشذب هواية تشذب هواية من تتحدث عن العباس قال له انطيني الحل شنو أسوي قال له أنا أقول أقعد يم المنبر وانت بالبيت قبل لا تجي للمجلس شد لك خيط أصب عك تشبير برجلك خيط أسود المنبر أسود ملابسك سودة المكان كله أسود وهذا الخيط دندلة إلي أنا أقعد يم المنبر من تشذب أجرك بالخيط بالخيط أنت قلل لأن أنت تروح هواية زايد تقول حبيب ابن مظاهر أول ما دخل قتل لعشرين ألف أدري هم الجيش قد عدده والبقية قد قتلوا فقل لأنا من أجر الخيط أنت قلل لا تظل تشذب لا تروح زايد بالتشذب قال لي الخيط إذا تشد بأصب عي ما راح يأثر هواية بس أنا راح أشد بأعضاء التناسلية أشوف لخيط صوف معدل لأن أنت خوفتني صدق هاي الناس بعدين يجوز تضربني بالنعل أشوف لخيط صوف معدل أفت لزين وأشد بأعضاء التناسلية وإنت عتني عت قوية حتى يوجع عني حتى أنتبه قال لي كيفك فهذا راح شد لخيط بالمكان اللي هو اختار خلاه بجواري منصعد على المنبر طلع من الجواري بأنطاء الابن عمه كان جالس يم المنبر فبدأ يتحدث والليلة ليلة العباس قال أبو فاضل أول ماهد بربد لمنهم مئة ألف هو الجيش كله سبعين ألف حسب الروايات المعروفة قال أول ماهد اليوم بربد منهم مئة ألف هذا عت عت الحبل قال وحساب عرب إذا نريد نحسب حساب عرب خمسين ألف عت مرة ثانية قال وإذا نحسب ها مال طلع واحد واحد يطلعون ثلاثين ألف بالضبط عت من عت هو دنق علي على ابن عم قال له تقطع هين بعد ما انزل ولك هذا العباس فشلة هو يقشر له هالشكل يقول له سوي عشرة يقشر له بإيده خمسة خمسة قال له لك عشرة فشلة قباحة شا قل له للعباس اقطع هن اقل من ثلاثين ما انزل هس خالد الدراجي شاف الرواية الف درهم شاف ها قليلة على السستاني وعلى جماعة السستاني فسواها الف الف كذابون هؤلاء كذابون اعطني مصدرا من المصادر في هذا الرقم وانا ساعتذر اليك من يأتيني برجل من شيعة علي فله الف الف درهم يقول شيعة علي شنو المقصود من يعني جماعة علي المرجع اللي اسمه علي لأن لوع الابن ابي طالب شاقال عليه السلام من طيح الله حظك وهذا كلام السفياني هو السفياني جاي يقول جاي يقول من يأتيني برجل من شيعة علي فله الف درهم وانت مثل ما تشذ بتقول فله الف الف درهم يعني السفياني يقول عليه السلام اي استدلان هذا ما هذا الخبار وهذا الكلام هو كلام السفياني او صاحب السفياني بحسب الرواية لان الرواية في مصدرها الاصلي جاءت بلسان الترديد على لسان الراوي قالت اما السفياني او صاحب السفياني هو الذي سيدخل النجف فيقول فيقول لأن لعى ابن ابي طالب شاقال عليه السلام اللي يقول السفياني مو هذا الكلام كلام السفياني من يأتيني برجل من شيعة علي فله الف درهم وبحسب اكاذيب خالد الدراجي فله الف الف درهم يقول النجف ما بيها سنة نجف يا بتريون انت وامثالك من البتريين ستحاربون اتباع اليماني الذين ما استطاعوا ان يخرجوا من النجف او ان مسؤوليتهم ان يبقوا في النجف فانت وامثالك من البتريين انتم الذين ستدلون على اتباع اليماني الذين هم شيعة علي هذا السفياني يقول من يأتيني برجل من شيعة علي فهل تتوقع من السفياني ان يقول عليه السلام ما هذا الغباء يا ابو الوليد ويقولون او من هالمال حمل جمال انا اقول او من هالمطاية حمل لهواية بعد ذلك يقول اللي سمونهم اصحاب البرقع في اي رواية في الرواية هناك شخص هو صاحب البرقع اصحاب البرقع في اي رواية في اي رواية توجد هذه المجموعة والله لا توجد رواية تتحدث عن مجموعة يقال لها اصحاب البرقع وانما هناك رجل واحد هو صاحب البرقع يقول ذول يشتغلون علاسة موجود في الروايات علاسة الى ان يقول يسبي نساء هاي النساء بالروايات يقول مقنعات مبوشات يعني نسوان من نسوان العلماء في اي رواية ورد ان النساء التي سيقعن في اسر السفيان مقنعات انبوشات في اي رواية كذاب انت وحق حسين كذاب هناك رواية في الجزء الثالث والخمسين من بحار الانوار انها طبعة دار احياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والثمانين من خطبة مروية عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خطبة طويلة هناك ما هو مذكور في الصفحة الثالثة والثمانين من هذا الجزء من خطبة طويلة تبدأ في الصفحة الثامنة والسبعين وهي الخطبة المعروفة بخطبة المخزون من خطب امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول امير المؤمنين عن السفياني ويسبي من الكوفة ابكارا لا يكشف عنها كف ولا قناع يعني انهن لا يتعرضن للاستباحة الجنسية للاقتصاب الجنسي حتى بعد سبيهن من قبل السفياني لماذا لأنه في روايات اخرى عندنا ان الخراسانيين ستصل قوتهم ويتمكنون من فك اسري هؤلاء النسوة هذا في روايات اخرى فلا يوجد ذكر لنساء مقنعات ولا يوجد ذكر لنساء العلماء من اين جئت بهذا الهراء ويسبي من الكوفة ابكارا ربما من طالبات الجامعات ربما من طالبات المدارس الثانوية من طالبات المعاهد من الابكار التي يتحركن في الشوارع والاسواق من بيوت عامة الناس منين جبتنا مقنعات ومبوشات الرواية واضحة ويسبي من الكوفة ابكارا متى في مستقبل حالتهم بعد السبي لا يكشف عنهن كف ولا قناع لا يتعرضن للاغتصاب الجنسي لا يتعرضن للاعتداء لأن هناك من سيأتي لإنقاذهن ما قالت الرواية من أن هؤلاء من النسوة حينما يتم سبيهن فإنهن مقنعات أين هذا الكلام هذا تحريف تحريف واضح لكلام أهل البيت ويسبي من الكوفة أبكارا بنات شابات لم يتزوجن لا يكشف عنها كف ولا قناع بعد السبي ما قال لم يكشف قال لا يكشف يعني بعد السبي لو قال الأمير لم يكشف عنها كف ولا قناع يعني كن في غاية الستر ولكن العبارة لا تحتمل هذا المعنى المعنى واضح الحديث عن عاقبة أمرهن وهن في السبي ويسبي من الكوفة أبكارا لا يكشف عنها كف ولا قناع حتى يضعن في المحامل إلى آخر ما جاء في الخطبة الشريفة فمن أن جبت هذا الخرط من أنه مقنعات مبوشات هاي النساء بالروايات يقول مقنعات يا روايات هذه وين هذه الروايات بأي مكان رجاء أعيدوا بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في هذا الخرط سأقرأ عليكم الرواية كاملة كي تعرفوا مدى التحريف على مستوى اللغة والألفاظ وعلى مستوى المعاني إنني أقرأ من المصدر الأصل للرواية غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المائتين بسنده بسند الطوسي عن عمر ابن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني قطعا هذا الترديد من الراوي بحسب الروايات المتوفرة عندنا فإن الذي يدخل إلى النجف ما هو السفياني إنه قائد السفياني كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة هذا يعني أن مراجع النجف يؤيدونه وإلا كيف يطرح رحله في رحبة الكوفة الرحبة المساحة الواسعة الساحة الكبيرة رحبة الكوفة إذا أردنا أن نعود إلى التأريخ إنها المساحة الواسعة أمام بوابة المسجد البوابة القبلية ليست موجودة في زماننا هذه البوابة كانت موجودة في مسجد الكوفة زمان أمير المؤمنين من جهة قصر الإمارة البوابة التي تكون في الحائط القبلي المساحة التي كانت ممتدة أمام بوابة مسجد الكوفة من جهة الحائط القبلي هي هذه التي كانت تسمى الرحبة رحبة الكوفة وكان أمير المؤمنين يجلس فيها والناس يقصدونه بأمورهم وحوائجهم كانت مساحة مفتوحة بمثابة منتدى للناس هذه هي رحبة الكوفة الرحبة المكان المفتوح الذي يكون أو يقع وسط البلد طرح رحله الرحل هي الحاجات والأثاث والأغراض التي يحتاجها الإنسان في سفره فهذا قائد جيش السفياني قد نصب مكتبه في وسط النجف هل هذا يعني أنه قد قتل النجفيين قد قتل المراجع هذا يعني أنه مرحب به في النجف فلا يقال في التعابير العربية لشخص طرح رحله وهو في حالة حرب لا بد أن يكون في حالة سلم هذه العربية وآدابها إذا كانوا لا يعرفون آداب العربية فماذا نصنع له حمير هؤلاء لا يقال لرجل في حالة حرب من أنه طرح رحله في ساحة الحرب وإنما يطرح رحله إذا كان مطمئنا إذا كان مرتاحا في حالة استراحة من السفار هذا هو المراد بتعبير طرح رحله كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم لأن أهل النجف مع المراجع لأن أهل النجف مع المراجع لأن هم بتريون هناك قلة قليلة من أتباع اليماني إما أنهم لم تتوفر لهم الظروف للالتحاق به أو أنهم قد كلفوا بأمر في النجف وأعداء أعداء السفياني اليماني الروايات واضحة من أن أعداء أعداء السفياني هو اليماني ولذا فإنه يبحث عن أتباع اليماني وأتباع اليماني هم شيعة علي هم شيعة علي لأن اليمانية يوالي علي هكذا وصفه في الروايات لأن اليمانية يوالي علي هذه الصفة الواضحة فيه الذين في النجف ما هم بشيعة علي هؤلاء شيعة بتريون ولذا سيخرجون لحرب الإمام الرواية حرفوها بالكامل عودوا إلى المصدر وقرأوا الرواية وتبصروا في دلالتها كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة إنه آمن مطمئن ولذا لو كان النجفيون ضد السفياني فهل كان يصدر بيانا لهم بهذه الطريقة وهذا واضح من أن الأشخاص الذين يبحثون عنهم عددهم قليل ولذا وضعوا هذه الجائزة الكبيرة التي استقلها الدراج لقلة فهمه ولعدم معرفته بالتأريخ وتفاصيله فأضاف من عنده كذبا حول الألف إلى مليون بعكس مرجعه السستاني الذي حول دية القتل الخطأ من أربعمائة مليون دينار عراقي إلى ما هو أقل من ثلاثين مليون في أحاديث أهل البيت دية القتل الخطأ بحساب اليوم تصل إلى أربعمائة مليون دينار عراقي وربما أكثر كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهام يقول لو كان المراد علي بن أبي طالب لقال عليه السلام أي غباء هذا هو كلام صاحب السفياني فيثب الجار على جاره الجار على جاره ربما ليس من أتباع اليماني هذا الجار الذي وثبوا عليه ولكن طمعا في الأموال فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم من شيعة علي من أتباع اليماني هذا منهم فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا وكأني أنظر إلى صاحب البرقع قلت ومن صاحب البرقع فقال رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم إلى آخر ما جاء في الرواية إنه رجل واحد هو هذا صاحب البرقع ولا توجد روايات من أن مجموعة يقال لها أصحاب البرقع لا يوجد مثل هذا الكلام كل هذا الذي يهذي به هذا الرجل كله هراء وكله أكاذيب هذا تثقيف بتري وهذا تضليل بتري وهذا تثويل بتري وهذا تجهيل بتري بامتياز وصدقوني وصدقوني أنتم الذين تقولون نحن شيعة ضحك عليكم بنفس هذه الطريقة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وجعلوكم شوافع وجعلوكم معتزلة ويضحكون عليكم يقولون لكم إنكم شيعة العترة الطاهرة دين العترة الطاهرة لن تعرف منه شيئا إلا إذا تابعتم برامج هذه القناة ليس عندكم الآن لا في فضائية ولا في منبر حسيني أو غيره ولا في مدرسة ولا في مؤسسة ولا في جامعة دينية ولا في حوزة ولا على الإنترنت ليس عندكم من مصدر في الوقت الحاضر لدين العترة إلا هذه القناة إلا هذه القناة التي تصفونها بأنها ماسونية تريدون الحقيقة عليكم أن تبحثوا بأنفسكم تريدون أن تبقوا حميرا لهؤلاء الحمير فابقوا حميرا أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية لا يجب الأسمان واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لها أخر بابا ما توصل النوبة إلي قال توصل أطمئنا أطمئنا تركبهم تركبهم ما يعني إش يعني تركبهم تركبهم تقول لهم بيخ والله نَح عبارة واحد من الأعلاق أخبر خمسة فهي لن نستعجب موش داها قلينا تركب يعني خلاغا اغاميشيني كما تقول خلاغا اغاميشيني جيميكت بغلافو كان حالتا فقوش ديخ عربيق فقوش والنس عباطي كنا على تفاو وكلكم تعرفونا لانه مارد اجيب الاسم عربيق قال تركب مثل ما تركبتنا وضاي ديخ لا مو علم اجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة رحم على امك وابوك يا سيد كمال حيدري وحق الحسين اقولها من قلبي لقد اختصرت علي الطريق هو هذا واقع الشيعة واقع الشيعة نذهب الى فيديو اخر من فيديوات الخرط المرجعي السيستاني رجاء اعرضوا لنا الفيديو الرابع بينما تشوف انه الامام سلام الله عليه من يجي للكوفة يقول له لا ارجع يا ابن فاطمة شيعة مو تمارين كما تفضل الاستاذ التمارين اربعة الاف فصيل مسلح والباع طويل في الدفاع عن البلد وتابعين للمرجعية ينكرون الامام ينكرون المرجع يقولوا لا لا هذا الحاج مو صح انت مو الامام ثلاثة ايام الامام يوعظهم يرشدهم ما يتوبون يقولوا لا ما انت الامام طينا معجزة يجيب لهم معجزة يقول اي 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 حاثبة التساعر فالامام يقتلهم عن بكرة عبيم وين بالنجف يجي للكوفة طلعوا الى ستة عشر يروح بمسجد الكوفة يلقي خطبة يطلعوا الى التمارين مشاكلها كلها من الشيعة بالاضافة الى الشيصباني واتباعه البترية واتباعهم صاحب البرقع واتباعه كلها وين هالسيارية جاء يذكر لك اقول بالعنبار صلاة الدين بالكوفة بالنجف هذا الحج كل اخرط وما في ولا شيء صحيح ليس عندنا من رواية تتحدث عن ان الشيصباني واتباعه سيواجهون الامام الشيصباني سيحكم العراق قبل السفياني قبل مجيء السفياني وليس له من ذكر بعد ذلك الروايات هكذا تقول احاديث اهل البيت هكذا تقول انا لا استطيع ان اقرأ كل الاحاديث عليكم وان اعرض لكم كل المصادر طالبوا هذا العملاق بان يقدم لكم مصدرا فيه رواية تقول من ان الشيصباني واتباعه سيواجهون الامام الحج البتريون هم المراجع وهذا من اتباعهم هو هذا بتري يقدم لكم ثقافة بترية ويقول لكم اذا ما جاءكم اليمان فكذبوه مر هذا الكلام علينا في الفيديوات المتقدمة هذا منطق السفيانيين ومنطق البتريين اللعناء انه منطق مرجعية النجف وكربلاء هذا هو منطقهم وهكذا يعلمونكم ويهيئونكم لحرب امام زمانكم بهذا التثويل وهذا التضليل وهذا التجهيل يقول كما تفضل الاستاذ استاذ في اي شيء في طحت الحاق لا يوجد في الروايات شيء اسمه التمارين ولكم انتم مطايق التمارين اسم محلة في الكوفة لا يوجد اشخاص في الروايات اسمهم التمارين التمارين هو سوق قريب من مسجد الكوفة ميثم التمار كان دكانه في هذا السوق وانما سمي بالتمار نسبة الى سوق التمارين لانه كان يبيع التمر في هذا السوق سوق قريب من مسجد الكوفة فلا توجد مجموعة يقال لها التمارين التمارين اسم لموقع لسوق في مدينة الكوفة هناك مجموعة تعترض على الامام وتخرج من المسجد الامام يأمر بجلبه فيجلبونهم من سوق التمارين لانهم حينما خرجوا من المسجد وصلوا الى سوق التمارين فيجلبون من التمارين من مكان يقال له التمارين لا توجد مجموعة يقال لها التمارين هذا هو تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الجزء الثاني هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والستين إنه حديث طويل هذا الحديث يبدأ في الصفحة الحادية والستين هذا الحديث مروي عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه فبين صاحب هذا الأمر يعني إمام زماننا فبين صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام كان موجودا في مجد الكوفة فبين صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض السنن إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه فيقول لأصحابهم طلقوا المطبوع هنا فتلحقوا بهم هذه نسخة محرفة في الجزء الثاني والخمسين من البحار وهو قد نقل عن نسخة في زمنه في زمن المجلس الذي توفي سنة 1111 نقل عن نسخة صحيحة فيلحقونهم فيقول لأصحابه انطلقوا فيلحقونهم في التمارين في سوق التمارين فيأتونه بهم أسرى إلى آخر فيأتونه بهم أسرى ليأمر بهم فيذبحون وهي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد يعني هذه الخارجة تخرج على الإمام بعد استقرار الدولة هذه آخر خارجة دققوا النظر سأقرأ الكلام مرة أخرى فبين صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض السنن إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه فيقول لأصحابه انطلقوا فيلحقونهم في التمارين في سوق التمارين فيأتونه بهم أسرى ليأمر بهم فيذبحون وهي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه هذه آخر خارجة يعني بعد استقرار الدولة ماذا فعل خالد الدراجي خلط بين هذه الواقعة وواقعة أخرى تكون قبل دخول الإمام إلى النجف الواقعة الأخرى جاءت مذكورة في الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي حديث طويل رواه المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في الصفحة السادسة بعد العاشرة حينما يلتقي إمامنا بجيش الحسني هناك الحسني شخصية من الشخصيات التي ستكون موجودة ومؤثرة في بدايات عصر الظهور فيقول الحسني الله أكبر مد يدك يا ابن رسول الله حتى نبايعك فيمد يده فيبايعه ويبايعه سائر العسكر الذي مع الحسني إلا أربعين ألفا أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية هؤلاء بتريون فإنهم يقولون ما هذا إلا سحر عظيم بعد أن رأوا المعجزات الحكاية طويلة فيختلط العسكران عسكر الإمام وعسكر الحسني فيقبل المهدي على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعوهم ثلاثة أيام فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا ثم يقول لأصحابه لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها هذه الحادثة في بدايات عصر الظهور في بدايات وصوله إلى العراق أما حادثة الخارجة الذين يجلبون من سوق التمارين فتلك هي آخر خارجة تخرج على الإمام هذا العلامة المحقق ماذا يقول بينما تشوف إنه الإمام سلام الله عليه من يجي للكوفة يقول له لا ارجع يا ابن فاطمة هؤلاء هم مراجع النجف يقولون له شيعم تمارين تمارين ماذا تمارين اسم محلة اسم سوق في الكوفة تمارين كما تفضل الأستاذ يستعين بعلامة آخر التمارين أربعة آلاف فصيل مسلح أو إلى باع طويل في الدفاع عن البلد يعني الحجد الشعبي أو تابعين للمرجعية ينكرون الإمام وينكرون المرجعية وبالمناسبة حينما كانوا يقاتلون داعش الحجد الشعبي في مواقعهم الخاصة بهم يسبون السيستاني شر السباب وقادة الحجد الشعبي في مجالسهم الخاصة يسبون السيستاني ويسبون محمد رضا السيستاني ويتحدثون عن العلاقة فيما بين السيستاني ومحمد رضا السيستاني مع الأمريكان بطريقة قبيحة جدا وهذا الأمر يعرفه محمد رضا السيستاني عنده جواسيس والسياسيون في الأحزاب الشيعية يعرفون هذا الأمر لا توجد علاقة سليمة فيما بين الحجد الشعبي والسيستاني أبدا وإنما هذا ضحك على الواقع الشيعي التمارين أربعة آلاف فصيل مسلح هذا الرقم من أين جئت به؟ وإنما أصحاب المصاحف عددهم أربعون آلف الأمور ملتبسة عليه أربعون آلف حولها إلى أربعة آلاف وألصقها بالمجموعة التي تخرج على الإمام في آخر خارجة عليه كلام كله باطل رجاءً أعيد بث الفيديو أبدا بينما تشوف أنه الإمام سلام الله عليه من يجي للكوفة يقول له لا ارجع يا ابن فاطمة شيعة تمارين كما تفضل الأستاذ التمارين أربعة آلاف فصيل مسلح وإلى باع طويل في الدفاع عن البلد وتابعين للمرجعية ينكرون الإمام وينكرون المرجع يقول له لا لا هذا الحدش مو صح أنت مو الإمام ثلاثة أيام الإمام يوعظهم يرشدهم ما يتوبون يجيب لهم معجزة يقول أيها ثبة التساعر فالإمام يقتلهم عن بكرة أبيم وين؟ بالنجف يجي للكوفة وطلعوا له 16 يروح بمسجد الكوفة يلقي خطبة يطلعوا له التمارين مشاكل هاي كلها من الشيعة بالإضافة إلى الشيصباني وأتباعه البترية وأتباعهم صاحب البرقع وأتباعه كلها وين؟ هالسيارية جاهز يذكر لك أقول بالعنبار صلاح الدين بالكوفة بالنجف لاحظ شنو شغلة المرجعية انت مو تقولي اليد الطولة للتشيع لا عاد شي سوون يلعبون بحوائجهم لو يقدمون أمثالك لتضليل الناس صدقوني هذا المقطع لا يوجد فيه لا أقول كلمة لا يوجد فيه حرف واحد صحيل هذا المقطع هذا المقطع لا يوجد فيه حرف واحد صحيح يخالف أحاديث العترة بدرجة مئة بالمئة وكذبوني كذبوني كذبوني فليأتي بالمصادر أين هي المصادر التي تقول بهذا الهراء وهذا الخراء أين هي؟ نذهب إلى الفيديو الخامس من هذا الهراء السيستاني والخراء البتري فالإمام الصادق يقول اعرف العلامة اعرف شنو؟ اعرف يجيك واحد يقول لك يطلع الإمام بدون علامات عجيب يعني يطلع الإمام بدون شنو أصلا السفياني من الحتميات لا قائمة إلا بالسفيان أمطايا أمطايا ويحشونوا إياكم والصدقون بحتيهم أمطايا ويحشونوا إياكم والصدقون بحتيهم تصدقون بالقرآن لو ما تصدقون هذا القرآن تصدقون به له لا الآية الرابعة والأربعون بعد البسملة من سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون مبلسون آيسون إنهم آيسون من النجاة بعد أن أخذوا بغتة في بيعة الغدير بايعنا رسول الله وأمير المؤمنين على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط مضامين بيعة الغدير هي هذه مواثيق بيعة الغدير هي هذه يوميا تبث عدة مرات عبر هذه القناة الماسونية هذا تفسير القمي جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية إنها أحاديث الباقر وصادق والكاظم والرضى في تفسير قرآنه الرواية عن إمامنا الباقري في تفسير هذه الآية صفحة مية وتسعي طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان بسنده بسنده بسند علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه إلى أن يصل الكلام إلى هذا المقطع من الآية حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتتان بنحو المفاجئ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتتان فإذا هم مبلسون ماذا يقول إمامنا الباقر يعني بذلك قيام القائم يأتي بغتتا بنحو المفاجئ من دون علامات هذا قرآن قرآن وهذا تفسير القرآن عن العترة الطاهرة على هذا بايعنا بيعة الغدير حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الباقر يقول يعني بذلك قيام القائم وماذا أيضا إننا نقرأ في القرآن في سورة الزخرف آيات كثيرة بهذا الصدد لكنني سأكتفي بهذين المثالين الآية السادسة والستون بعد البسملة من سورة الزخرف هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون بغتة هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ماذا تقول العترة في تفسيرها وتأويلها لقرآنها هذا هو الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي من أعلام القرن العاشر من علماء الشيعة هذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة الجزء الثاني صفحة خمسمية واحد وسبعين إنه الحديث السادس والأربعون هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون من دون علامات بنحو مفاجئ قرآن هذا عن زرارة ابن أعين قال سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة قال هي ساعة القائم تأتيهم بغتة مثل ما تقول الآية وهم لا يشعرون هذا الاحتمال قائم العلامات يمكن أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق إذا كانت الأمة على خير فإن العلامات ستتحقق لأن العلامات لطف يشعر الأمة باختراب عصر الظهور وهذا يدفعها لتصحيح واقعها الفاسد لكن إذا كانت الأمة على الحال الذي هي عليه الآن إنها أمة بترية على المذهب الطوسي البتري المراجع بتريون والمعممون بتريون وأتباع المراجع بتريون الأمة ليست صالحة ستنطبق هذه الآية عليهم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون وماذا بعد؟ الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 إلى الهجرة من إمام زماننا ماذا قال فيها؟ إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي وهذه طبعة مؤسسة الأعلم إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين إمام زماننا في آخر الرسالة هكذا يقول في آخر الرسالة الأولى إنها الصفحة الثامنة والتسعون بعد الأربع مئة فليعمل كل مرء منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبه فإن أمرنا بغتة فجاءة بنحو مفاجئ هذا كلام إمام زماننا هذا الغبي الأثول بأي لسان يتكله إنها الثقافة السستانية البترية القذرة هؤلاء يضللونكم يمكن أن يخرج الإمام من دون علامات إنهم يضللونكم حتى لا تؤمنوا بإمامكم مثل ما يقول لكم من أن اليمانية إذا جاءكم كذبوه وعودوا إلى المرجعية روحوا للمرجع وتلقونه متوقف لا تنسون تأخذون الهندر وياكم حتى الضربونه هندر غيبة نعماني طبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 314 إنه الحديث العاشر بسنده بسند النعماني عن أبي هاشم الجعفري من الشخصيات الشيعية المهمة كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني إنه إمامنا الجواد صلوات الله عليه فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم فقلت لأبي جعفر لإمامنا الجواد أبو هاشم الجعفري يسأل الإمام الجواد هل يبدو لله في المحتوم يمكن أن لا يكون قال نعم قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم فقال إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد الميعاد لا يتطرق إليه البداء أما المحتوم يتطرق إليه البداء لكن تطرق البداء للمحتوم يكون بنسبة أقل من تطرق البداء للأمر غير المحتوم نحن نحسن الظن بإمام زماننا ونقول بما أن الأئمة حدثونا عن العلامات فمن لطف إمام زماننا أن العلامات ستقع حتى نستطيع أن نتهيأ لظهوره الشريف إذا أدركنا عصر ظهوره المبارك لكن احتمال عدم حدوث العلامات هذا أمر وارد القرآن تحدث عن الإمام الحجة في الرسالة إلى المفيد تحدث عن وهناك روايات وثيرة في هذا المضمون هؤلاء جهال حمير بتمام معنى الكلمة أنا لا أتحدث عن الحمير الحيوانات الحمير الحيوانات مقدسة بالقياس إلى هؤلاء الحمير البشر أتحدث عن الحمير الذين تحدث القرآن عنهم في سورة الجمعة هناك رجل الدين الإنسان وهناك رجل الدين الحمار عودوا إلى برامجي كي تعرفوا مواصفاتي رجل الدين الإنسان ومواصفاتي رجل الدين الحمار وأمثلة رجل الدين الحمار كثيرة موجودة بين أيدينا ما شاء الله المعممون الشيعة أكثر من الزبل والمراجع الشيعة أكثر من القنادر والنعل وهؤلاء كلهم مصادق لرجل الدين الحمار وهذه الحقائق بين أيديكم وعردت ما عردت من الحقائق بين أيديكم الكثير والكثير والكثير مئات من الوثائق والحقائق في مئات ومئات من الساعات كل ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية في ليلها ونهارها وكل ذلك يبث عبر هذه الشاشة ببث مباشر وببث غير مباشر في ليلها ونهارها أيضا نذهب إلى فاصل رجاء أعيد بث الفيديو كي يقارن المشاهدون بينما بينته من حقائق القرآن وحديث العترة وبين هذا الهراء السيستاني والخراء البتري فالإمام الصادق يقول اعرف العلامة اعرف شنو فعل أمر يجيك واحد يقول لك يطلع الإمام بدون علامات يعني يطلع الإمام بدون شنو أصلا السوفياني من الحتميات لا قائمة إلا بالسوفياني تريدون تعرفون جذر هاي اللغوة وهذا الضلال إمنيا هو راح يحدثنا رجاء أعرضوا لنا الفيديو السادس عمي أنا كتبت استفتاء للسيد السلساني يا الله يحفظه أنه يصير انشخص قال بنحو الاحتمال لا بأس يعني انتم بجدعوا هذا التشنيع على قضية ذا قلت يا بس سوفياني مثلا احتمله رفعة الاسد التشخيص إذا منك جاي أعيدوا الفيديو كي يتأكد المشاهدون من كلامه عمي أنا كتبت استفتاء للسيد السلساني يا الله يحفظه أنه يصير انشخص قال بنحو الاحتمال لا بأس يعني انتم بجدعوا هذا التشنيع على قضية ذا قلت يا بس سوفياني مثلا احتمله رفعة الاسد بنحو الاحتمال لا بأس مثلا برأس رجل من شيعة علي هو السلساني لا بأس لأن ما قال عليه السلام مثل هذا الخرط اللي مر علينا عرفتم من ين جاي الشغلة يا شيعة وما أنتم بشيعة ما أنتم بشيعة أي شيعة أنتم أنتم شيعة الطوسي إني لأكثر من أربعين سنة أكثر من أربعة عقود من عمري أحقق وأدقق في حديث العترة الطاهرة وبأدلة قطعية ثبت عندي ثبت عندي أن المذهب الطوسي الذي أسسه الطوسي سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة والذي هو مذهب حوزة النجف وحوزة النجف تأسست سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة إنه مذهب آبائي وأجدادي مذهب أعمامي وأخوالي مذهب عشيرتي وكنت أنا أيضا على هذا المذهب هذا أمر حقيقي وأقمت الأدلة والحقائق والبراهين عليه عودوا إلى برامجي كي تعرفوا الحقيقة مثلما يضحكون عليكم هؤلاء أنا لا أستطيع أن أعرض لكم جميع الذين يتحدثون خذوها مني أصحاب العمائم الذين يخرجون على شاشات التلفزيون والذين يتحدثون عبر مواقع الإنترنت والذين يتحدثون على المنابر عن الإمام الحجة عليه السلام ما هو حالهم بأحسن من هذا الرجل يتحدثون حديث النواصب يتكلمون كلاما ليس صحيحا يثقفونكم ثقافة بترية وسخة أنقذوا أنفسكم أنقذوا عوائلكم أنقذوا أبناءكم هذا هو الواقع الشيعي البتري القذر حوزة هذا واقعها يحدثنا عباس الخوئي إنه ابن المرجعي الخوئي أخوه أخو عباس محمد تقي هو الذي نصب السيستاني مرجعا عباس الخوئي يحدثنا عن مرجعية النجف إذا واحد هو مثلا مو بعيدا واحد إذا أهم الأولاد يلاطبهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب هذا يلاطبه بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع يصدر رسالة يصدر أحكام وفتاوى يشتغل مع صدام يشتغل مع الشاه يشتغل مع الإنجليز هذا ابن الخوئي هو الذي يحدثنا عن حوزة النجف هذا ابن النجف وابن المرجعية وهذا ابن العمائم السوداء وهذا هو أمامكم بالصوت والصورة رجاء أعيدوا بث الفيديو إذا واحد هو مثلا مو بعيدا واحد إذا أهم الأولاد يلاطبهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب هذا يلاطبه بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع يصدر رسالة يصدر أحكام وفتاوى يشتغل مع صدام يشتغل مع الشاه يشتغل مع الإنجليز وفي الاتجاه نفسه أسعد الناصري من مشايخ التيار الصدري ومن الشخصيات التي كانت قريبتان من محمد الصدر يحدثنا استلم السيد الشهيد السيد محمد الصدر الحوزة أنا ذاك وفتح المجال لطلبة الحوزة والراغبين في الانخراط بالدراسة الحوزوية من مختلف المحافظات أن يأتوا من هنا هي ذاك الأمل السابق الذي كان عندي شون توصلت تلك الفكرة التي يغذيت بها شون صرت قريب من عنده دخلت الحوزة نهاية 93 دخلت أنا خطيب أول ما اتحقت بالحوزة استقريت في مدرسة البغدادي اللي هي كائنة الآن وكانت وما زالت كائنة طبعا في ثورة العشرين مجسرات ثورة العشرين حاليا سابقا سميها فلك الثورة العشرين مدرسة البغدادي شوية بعيدة عن الولاية وفكرة سيد مصطفى الصدر الأخ والصديق والعزيز الشهيد سيد مصطفى الصدر الإبن الأكبر للسيد الشهيد هو أنه لما نبعد طلبة الحوزة الجدد عن الحوزة والمدارس الحوزوية السابقة والتقليدية شوية نبعدهم عن جملة من الأشياء التي فعلا هي من الناحية التربوية أفضل وأحسن لأن الحوزة كل شي بيها حقيقة هذه ملاحظة مهمة دخلنا إلى الحوزة بناء أنه مجتمع ملائكي بس صدمنا بكثير من الممارسات الممارسات البعيدة عن الأخلاق الحوزوية بها كثير من الناس الطيبين المخلصين اللي يدورون علم ويدورون أخلاق وكذا وأكو ناس لا شيء آخر فهم حتى يبعدونا من هذول الناس اللي شيء آخر يخلونا مدرسة وحدنا شيخنا أنت متعرض إلى صدمات حتى يفتعد عن جملة من الملوثات أنت متعرض إلى صدمات كثيرة الظاهر بالحوزة أو بتاريخك رجل دين ومعامن الكثير نعم هاي أولى الصدمات طبعا قلت لك إحنا سؤال هنا ندخل إلى الحوزة بها كلهم ملائكة إحنا راح نجي لكل الصدمات فهي المكان شوية بعيد سؤال هنا كان متولي عليها أحد الأخوة كان متولي عليها أحد الأخوة هو مدير المدرسة بتعبيرنا الحديث وبعض الطلبة اللي موجودين كانوا فعرفني هذا المتولي والطلبة الموجودين القلال أني أنا خطيب إسماعيل مصبح وهو زميله وعلى علاقة وثيقة بمحمد الصدر تكلم بنحو صريح أكثر مما تكلم به أسعد الناصري يعني أنت تعرف المسألة هناك بالحوزة إذا يعني إذا أريد نفتح هذا الملف هذا الملف يعني مقزز أنت تعرف المدارس هناك أكثرها يعني أغلب المدارس يبعدون عن أهلهم شهر وعشرين يوم وأسبوعين وشباب وتعرفهم بس أكل المؤمنون حلويين وهي يطلعونها بيناتهم المؤمنون حلويين تعرف السكريات منتصعة تساوي وهو غريب هناك تقبل لها العلي العظيم أقولها وفي قلبي أي حد من هذه المسألة كثير كثير مو أقل لك تقبل لها عشرات في وقت وسيد مقتدر الصدر شاهد وشيخ أوس الخطاجي شاهد وسيد مصطفى ليعقوب شاهد وهذا تريد أن أجيب لك أسماء قلهم صحيح له كذب نطلع من الحمامات مال مدارس المعممين معمم فوق معمم لا انت هاي كارثة لحظة لحظة هاي وحدة هاي وحدة هاي وحدة هاي وحدة هاي وحدة فيهم وشغلتهم وين على وحدة مثلا الوحدة المطلقة يعني عدهم في الأمور عجيبة غريبة بحيث أوقات بالمغرب نشوفهم يعني ياخذون نساء ويرحون بالمقابر يمارسون الزنا زنا موهج محصنات يعني معممين؟ معممين ودا تشاهد وذكرت أسماء هاي يقولون وناس شاهدوا ياك على هذا الكلام سيد مقدد أشاهد على هذا الكلام؟ أقلناك موهي سيد مقدد أشاهد على ناس هاي عنده قيادات قيادات شايلة بنادخ وإحنا 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 يلعبون فوق وفوق ومشنا دي خليها سكتة أستاذ قحطان سدلنا هذا الموضوع لأن هذا موضوع إذا أرد أفتحها مو محل الأرض المهم يلعبون شنا على أي حال هذا شيء على الحاشية واقع حوزة النجف مثلما تحدث عباس الخوئي بصراحة ومثلما تحدث أسعد الناصر بالتلميح وإسماعيل أمصبح بشيء من الصراحة القضية أقبح بكثير هذه القباحة هي التي تولد هذه الثقافة البترية هذا التثويل والتضليل والتجهيل مصادره ومنابعه هي هذه رجاء اعرضوا لنا صورة أسعد الناصر وإسماعيل مصبح مع محمد الصد صاحب العمام البيضاء هذا هو أسعد الناصر والذي يرتدي الدجداشة البيضاء هذا هو إسماعيل مصبح واعرضوا لنا صورة ثانية أيضاً صاحب العمام البيضاء هو أسعد الناصر وصاحب الدجداشة البيضاء هو إسماعيل مصبح هذا مثال وهو مثال بسيط جداً الذي أعرفه هذا لا يعد بشيء بالنسبة إليه القضية كبيرة والفساد متعمق ومتجذر في هذه المؤسسة البترية القذرة الآثار الواضحة في هذه الثقافة البترية وفي هذا التضليل والتثويل والتجهيل مما يجري في الكواليس فهذه من تلك أعتقد أن صورة صارت واضحة لديكم وقت الحلقة صار طويلاً وبدأنا نقترب شيئاً فشيئاً من وقت الأذان اللندني هذه حلقتنا الأخيرة وأعتذروا عن الإطالة وإنني تركت بعض المطالب تركت بعض المطالب السخيفة التي تحدث عنها هذا الباحث المهدوي العملاق صخم الله وجوهكم إدارة المزار إدارة سيد محمد ابن الإمام الكاظم صخم الله وجوهكم على هذا التدقيف المهدوي العظيم البرنامج سيعاد بثه لكن الحلقة هذه سيعاد بثها يوم غد لأهميتها وسألتقيكم قريباً إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله سيتم اشتركوا في القناة